هددت واشنطن بفرض عقوبات إضافية على السودان إن لم يحقق تقدما على طريق تحسين الأوضاع في إقليم درفورا الملطرب والمساعدة في إنجاح الاستفتاء المرتقب حول مصير الجنوب السوداني وفي المقابل عرضت الإدارة الأمريكية مجموعة من الحوافز تشمل تطبيع العلاقات الدبلوماسية وتطوير التجارة والاستثمار وتخفيف الديون أعلام جنوب السودان هي الطاغية في هذه المنطقة التي يقول مراقبون كثيرون إنها تشهد نشاطا متواصلا خلال الأشهر الأخيرة لمصلحة الانتصال وذلك مع قرب وعد الاستفتاء وفي ظل وجود قضايا عالقة بين الطرفين رئيس مفوضية الاستفتاء أقرب عن الإجراءات اللوجيستية المتعلقة بعملية التصويت متأخرة جدا وأن تسجيل جنوبينا للاستفتاء لم يبدأ بعد ربما يكون هذا الأمر هو الذي دفع البعض للتكهن بأن الاستفتاء قد لا ينجز القضايا العالقة في شأن الاستفتاء تثير قلقا دوليا فالإدارة الأمريكية عبرت خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة عن قلقها من تفاقم الوضع في السودان وهناك من يتخوف من عودة البلاد إلى المربع الأول أي مربع الحرب حزب المؤتمر الوطني الحاكم شريك اتفاق السلام والمؤيد لبقاء السودان موحدا يقلل من أهمية هذه المخاوف ويرى أنها غير مبررة ويعتقد أنها تؤدي إلى عدم الاستقرار وربما تدعم موقف المؤيدين للانفصال لكن الأزمة موجودة بالفعل بحزب المراقبين وقد تتجسد بكل وضوح هنا في منطقة أبيي الغنية بالموارد والموارد هنا لا تعني النفط حزب بل أيضا المراعي والمياه وعدم قدرة الطرفين على ترسيم الحدود في هذه المنطقة على الرغم من صدور حكم دولي يحدد إحداثيات الحدود قد يعكس مدى صعوبة الأمر فالبترول أصبح مصدرا رئيسيا للدخل بالنسبة لشمالي السودان وغيابه من خارطة الدخل القومي يشكل مأزقا لا محالة أما المراعي والمياه فتعتبر قضية مركزية لقبائل البكارة الشمالية التي تعيش في هذه المنطقة ويرى كثير من المراقبين أن عدم التوصل لتسوية سياسية بين الشركين حول هذه المنطقة تحديدا قد يجعل كل القضايا الأخرى مؤجلة بما فيها إجراء الاستفتاء لكن هناك جانبا آخر في الإدارة الأمريكية يبدو متفائلا إنه المبعوث الأمريكي سكوت غريشن الذي تشير التقارير إلى أنه يعد لصفقة سياسية تشمل تحسين العلاقات السودانية الأمريكية مقامل إجراء الاستفتاء في موعده الموقف الأمريكي والدولي سيتجلى بوضوح خلال الاجتماع الدولي المرتقب في نيويورك في الرابع والعشرين من هذا الشهر في شأن السودان وبرغم ذلك يرى كثيرون أن اتفاق الشركين على القضايا الخلافية هو الضمارة الأساس لعدم تفاقم الأوضاع قبل الاستفتاء أو بعده في حال إجرائه في موعده عادي محجوب بي بي سي ترجمة نانسي قنقر